السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء العزاء أبناء الصف الثاني الابتدائي أهلا ومرحبا بكم معكم مس أميرة الماوي وهناخد ايه النهاردة يا أولاد هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وعن مفهوم جديد النهاردة اسمه ضمائر المتكلم اسمه ايه؟ ضمائر المتكلم يعني احنا بنستخدم الضمائر دي عشان اتكلم وعبر بيها عن نفسي يعني انا لما اجي ايه اتكلم او عبر عن نفسي عايزة ضمير استخدمه عشان اعبر عن نفسي من خلاله طب لما احنا بالعامية كده او كلنا لما نيجي نتكلم او نعبر عن نفسنا برضو عايزين ضمير مناسب يخلينا نعرف نعبر عن نفسنا كويس محتاجين ضمير اسمه ضمير ايه؟ ضمير متكلم وده عنوان درس النهاردة ضمائر المتكلم طب ايه هي ضمائر المتكلم؟ انا ونحن انا ونحن دول بس يا ميس؟ اه دول بس خلاص عرفت ان الموضوع بسيط ازاي؟ وان شاء الله هيبقى ابسط مع الشرح طيب ايه حكاية انا وايه حكاية نحنه؟ وامتى نستخدم انا؟ وامتى نستخدم نحنه؟ تعالوا واحدة واحدة مع بعض انا بنستخدمها مع المفرد مع المفرد يعني ايه ميس؟ يعني مع شخص واحد فقط كمان المفرد ده او الشخص ده ممكن يكون مذكر وممكن يكون مؤنس اه يعني ده الموضوع سهل خالص يعني المفرد ده مش فارق بقى ممكن نستخدمه مع المذكر وممكن نستخدمه مع المؤنس طيب يعني ايه مذكر؟ مش الولد مذكر؟ اه المهندس مذكر الطبيب المعلم الفلاح التلميذ طيب لما الولد الجميل اللي واقف قصادنا ده عايز يعبر عن نفسه ويقول ولد هيقول ولد كده؟ واللي يقول ايه؟ انا ولد انا ولد شايفين كلمة ولد دي ياولاد؟ ولد دي ايه؟ مفرد مفرد يعني ايه؟ يعني واحد يا ميس ايه كمان في ولد مذكر؟ يبقى مفرد مذكر ايه اللي بنستخدمه مع المفرد؟ المفرد المذكر؟ دمير المتكلم اللطيف اللي قدامنا ده؟ انا انا ولد طيب تيجي للبنت الجميلة اللي واقف قصادنا دي وعايز اتعبر عن نفسها هي كمان شمعنا هي يعني؟ وتقول ايه؟ بنت؟ وخلاص كده؟ لا تقول ايه؟ انا بنت انا بنت طيب بنت دي ايه؟ حكايتها؟ ها؟ حد يوصفها لكده؟ البنت دي مفردة مفرد يعني بنت واحدة واقف قصادنا هي ايه كمان؟ ها؟ مؤنسة خلاص يبقى مفرد ومؤنس ايه اللي بنستخدم به؟ الدمير اللي بنستخدمه مع المفرد المؤنس دمير المتكلم الجميل اللي قصادنا ده انا يبقى انا يا ميس ببساطة شديدة بنستخدمها مع المفرد مفرد يعني ايه؟ يعني واحد يا ميس واحد بس سواء كان مذكر زي الولد اللي واقف قصادنا ده او مؤنس زي البنت اللي واقف قصادنا دي ممكن تقول نقول ايه؟ مش انا بنت بس ممكن نقول ايه؟ انا مهندسة انا طبيبة انا معلمة انا تلميزة نفس الحكاية عند الولد انا ولد انا مهندس انا طبيب انا فلاح انا معلم انا تلميز وهكذا طيب مهندس دي ايه؟ مهندس دي مفرد واحد مذكر طيب مهندسة دي مفرد برضو واحدة مؤنسة يبقى انا بتستخدم للمفرد يعني الواحد سواء مذكر او مؤنس طب تعالوا نتعرف اكتر على انا ايه حكاية انا كمان يا ميسه لسه في حاجة اه في حاجة كمان انا بيجي لما بيجي وراها الفعل بيجي وراها الفعل طب استنوا هقول لكم بس بعد الامثلة انا احب امي انا العب بالقرة انا عايزة اقول ان انا بلعب كرة فبعبر بعبر عن اللي انا بعمله وبقول ايه؟ انا العب بالقرة انا اشرب اللبن انا اذاكر دروسي انا اذهب الى المدرسة شايفين؟ بعبر عن كل الحاجات اللي انا بعملها بضمير متكلم لطيف اسمه ايه؟ انا خلاص؟ طيب مش ملاحظين حاجة من الامثلة اللي انا قلتها دي يا ولاد؟ ها في فعل بعد ضمير ده اللي هو انا يا ميسه في فعل انا احب انا العب بس الفعل بدء بايه؟ بدء بألف انا او حب انا ا ا ألعب يبقى او ا ا ا اه يبقى انا واضح انه هي حتى شروط في الجملة قالت انا الفعل اللي ييجي ورايا لازم انا ببدأ بألف لازم هو كمان يكون بادئ بألف بأ او 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 حب او ا ا العب يبقى انا والهمزة او 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 زائد الفعل قالت انا مليش دعوة انا طالما في انا موجودة في كلمتي حرف الف يبقى الفعل كمان يكون بادئ بألف خلاص يا ولاد يبقى انا للمفرد سواء المذكر او المؤنس يبقى الخلاصة ان انا ضمير يدل على المفرد المتكلم المذكر او الايه او المؤنس خلاص ابتعالوا ننتقل الى الضمير التاني نحن يلا بينا نعرف عن نحن اكتر نحن بقى عكس انا انا كانت بتيجل ايه للمفرد يعني ايه شخص واحد نحن بقى بنستخدمها مع المسنة او الجمع طب واحدة واحدة علينا يعني ايه مسنة ويعني ايه جمع مسنة يعني اتنين شخصين يعني ولد ولد يبقى ايه ولدان ولد ولد يبقى ايه ولدان ها تلميز وتلميز يبقوا ايه عايز اقول اتنين اقول ايه تلميز يبقى علامة المسنة هنا الالف والايه الالف والنون طيب المسنة ده اللي هما اللي اتنين دول مسنة يعني اتنين رقم اتنين على طول حاجتين شخصين المسنة ده للمذكر وللمؤنس خلاص طيب بتيجي مستخدمها مع ايه كمان نحن بنستخدمها مصر مع الجمع طيب جمع يعني ايه جمع يعني كتير جمع يعني ايه يعني كتير اكتر بقى من اتنين عد زي ما انت عاوز بقى ثلاثة اربعة خمسة ستة وانت طالح كده خلاص يبقى نحن بتستخدم مع المسنة مسنة يعني ايه ميس يعني اتنين سواء مذكر او مؤنس والجمع كمان بنستخدم نحن مع الجمع جمع يعني ايه يعني كتير وبرضو سواء مع المذكر او الايه او المؤنس يعني شاي لكله مش بيفرق معاها هتجمع المذكر او الايه او المؤنس خلاص طيب عندنا اولاد لطيفة هنا قصاد نهية عايز اقول على مجموعة الاولاد دي اقول ايه ها او هم يعبروا عن نفسهم يقولوا ايه نحن اولاد نحن اولاد طيب لو مجموعة بنات يعبروا عن نفسهم يقولوا ايه نحن بنات شايفين مش الاولاد دي مذكر اهو نحن جات مع المذكر عادي جدا وجات مع المؤنس عادي جدا يبقى جمع مذكر او جمع ايه او جمع مؤنس طيب طب فيه ولاد وبنات اسمهم ايه دول ها اطفال نحن اطفال ممكن نقول كمان ايه نحن تلاميذ هنا جمع مذكر نحن تلميذات هنا جمع ايه جمع مؤنس طيب يبقى الخلاصة يا ميس ان نحن بتستخدم مع المسنة مسنة يعني ايه يا ميس يعني ايه شخصين جمع يعني ايه يا ميس يعني كتير اكتر من واحد او واحدة تعد بقى ايه زي ما انت عاوز كتير طيب نحن كمان بتيجي ايه مع المذكر والمؤنس يبقى هو ضمير يدل على اكثر من واحد او واحدة سواء مع المسنة او مع الجمع بيستخدم للمذكر والمؤنس طيب تعالوا نتعرف اكتر على نحن بتعمل ايه كمان نحن اه تعالوا نقرأ الامثلة كده برضو الاول ونشوف هنلاحص فيها ايه نحن نلعب بالكرة عايزين كلنا نقول ونعبر ان احنا بنلعب كرة نحن نلعب بالكرة ها وعايزين نقول برضو كلنا ان احنا بنذاكر دراسنا وشاطرين نقول ايه نحن نذاكر الدرس نحن نحب التلوين قاعدين في حصة التربية الفنية وبنقول ان احنا بنحب التلوين فنقولها ازاي بقى بطريقة مظبوطة نقول ايه نحن نحن كلنا احنا كتير الفصل مليان ولاد وبنات فنقول ايه نستخدم ضمير بنستخدمه للجمع ايه اللي بنستخدمه مع الجمع ضمير المتكلم نحن فنقول ايه نحن نحب التلوين كلنا ولاد وبنات بنحب التلوين والرأس نحن نشرب اللبن نحن نشرب اللبن طيب يعني ملاحظين ايه يا ولاد من الامثلة دي شايفين نحن بتبدأ بنون وفي فعل ورا نحن برضو بيبدأ بنون اه يا ميس يبقى نحن حطت شروط زي انا بالزبط قالت بس انا لما يجي فعل ورايا انا مليش دعوة انا ببدأ بنون الفعل اللي ورايا يبدأ بنون هو كمان فالفعل قال زي بعضه هبدأ بنون خلاص طيب يبقى هنا عرفنا ان نحن بتيجي بعدها الفعل بيبدأ بايه بنا نالعب نزاكر نحب نشرب وهكذا يبقى الفعل بيبدأ بنون زي نحن وهنا الفعل بيبدأ بألف زي ايه زي انا طيب من خلاصة الدرس كده نقول ايه انا واحد واحد نحن اكتر من واحد انا واحد للمفرد يعني واحد سواء مذكر او مؤنس طيب نحن للجمع او كمان بياخد المسنة الجمع ده يعني اكتر من واحد او واحدة طيب لو اتنين يبقى اسمه مسنة برضو نحن بتاخده معاه في السكة طيب اكتر بقى بكتير مجموعة كبيرة ها بنستخدم برضو نحن يعني لو اتنين هنستخدم نحن اكتر من اتنين برضو هنستخدم نحن سواء مذكر او مؤنس نقول ايه مهندسان الالف والنون اه علامة المسنة اتنين بس مهندسين اتنين مهندس ومهندس استخدمنا لها ايه نحن مهندسان ينفع اقول انا مهندسان لأ انا حست ان المهندس دي مش مهندس واحد ده في مهندس كمان معاه يبقى هنا ايه اه اقوله دي مسنة يبقى استخدم لها مباشرة نحن خلاص معلمات اهو جمع مؤنس اهو جمع للمؤنس معلمة ومعلمة ومعلمة جمعها ايه معلمات نقول ايه نحن معلمات طيب محاسب محاسبون جمعها محاسبون يبقى نستخدم لها نحن محاسبتان اهو هه يبقى ايه محاسبة ومحاسبة يبقوا اتنين هه نستخدم لها ايه ايه اللي بنستخدمه مع المسنة نحن خلاص يا سنة تانية يلا نتعرف اكتر على تدريبات وانشطة وتمارين على الدرس اللي احنا شرحناه النهاردة نحل مع بعض شوية التدريبات عشان نعرف اكتر عن دمائر المتكلم بيقول لي هنا اول سؤال ايه ضع ضمير متكلم مناسب ما كهنا النقط وهنستخدم انا او نحن تعالوا نشوف اول مثال محلول معايا طفله وفيه نقط كتف الاول استخدمنا ايه طفله دي يعني مفرد يعني واحد فقط طيب هنستخدم ايه مع المفرد ضمير ايه انا انا طفله طيب تعالوا للمسال رقم اتنين اطفال نقط اطفال اطفال دي مش جمع سنة تانية اه جمع يا مس جمع يعني ايه سنة تانية جمع يعني عدد كتير يا مس طيب ايه اللي بنستخدم معاه العدد الكتير نحن نحن اطفال طيب تعالوا للمسال بقى اللي بعد كده وده هنحله مع بعض معلم معلم يعني معلم واحد بس طيب واحد يعني ايه يعني مفرد واحد طيب ايه اللي بنستخدم له او بنستخدم معاه المفرد سواء بقى مذكر او مؤنس مش فرقة ها انا انا معلم انا بتستخدم للمفرد سواء المذكر او المؤنس ها طيب يلا استقال اللي بعد كده معلمين ها احنا شايفين ايه كده يا مس في الكلمة دي الف ونون الالف والنون دي مين شاطر يقول لي كانت علامة الايه شاطريا سماعيكو بتقوله علامة المسنة مسنة يعني ايه يا مس مسنة يعني اتنين طيب ايه اللي كنا بنستخدم معاه المسنة او الجمع ها نحن نحن معلمان احسنتم نحن معلمان اكتر من واحد اتنين او ازياد يبقى نستخدم نحن على طول طيب سواء طبعا مؤنس او مذكر نحن بتشيل كله طيب تلميزه تلميز نقاط تلميز تلميز واحد ولا اتنين ولا تلاتة مفرد واحد بس ها نقول ايه انا تلميزه خلاص طيب المثال اللي بعد كده تلميزان ها الف و نون كمان تانية ميز علامة المسنة مسنة يعني رقم اتنين يعني اتنين تلميز وتلميز نحط لها على طول ايه نحن نحن تلميزان ينفع اقول انا تلميزان لأ خالص يا ميس مش هينفع ابدا يبقى ايه اللي هنستخدمه مع المثنة عشان تبقى الجملة تمة ويبقى الضمير مناسب نحن تلميزان يلا نشوف اللي بعده احب الرسم او او احب الرسم ها الفعل بادئ بايه يا ولاد الف او ها ايه اللي كان الضمير اللي كان بيبدأ بالف من ضمائر المتكلم ها انا برافو عليكم انا احبه انا احبه انا احبه الرسم خلاص يبقى انا بتكلم عن نفسي وبعبر عن نفسي وعايز اقول ان انا بحب الرسم فبقول ايه باستخدم ضمير المتكلم للمفرد المتكلم يعني انا بس اللي بتكلم عن نفسي فبقول انا احبه الرسم طيب لبعدي نحب الموسيقى نو 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 نحب ها الفعل بادئ بايه يا سنة تانية بادئ بنون يا ميس طب ايه الضمير اللي كان في ضمائر المتكلم بيبدأ بنون نحن بدون ما نفكر سهل خالص نحن نحبه الموسيقى كلنا عايزين نعبر عن نفسنا ونقول ان احنا كلنا بنحب الموسيقى نقول ايه نحن نحب الموسيقى اللي بعد كده اوساعد امي او او شايفين ها يبقى ايه اللي كان بيبدأ بنفس الحرف ده انا على طول عشان نسهل لنا وكمان تعالوا نجرب كده في الجملة هتبقى مناسبة ولا لا لو قلت ضمير تاني يعني قلت مثلا نحن وساعد امي نحن حتى خالص مش لايقى حتى كده بالاحساس يا ميس هي حسن فيه كده حاجة غلط اه يبقى انا وساعد امي انا بتكلم عن نفسي وبقول ان انا بساعد ماما ان انا شايفين حتى في العمية يبقى انا هي الضمير المناسب انا وساعد امي رقم عشرة نذهب الى المدرسة نذهبوا الى المدرسة كلنا واضح كده من الكلام كده ومن المعنى كده وبالفهم يا ميس ان كلنا رايحين المدرسة ها نون نذهبوا ها يبقى ايه كل اللي بيعبر عن الجامع كلنا ها نحن برافو عليكم نحن موضوع سهل خالص يا ميس طيب المثال او السؤال اللي بعد كده اتعاون مع الجيران اتعاون مع الجيران ها بدون تفكير انا انا اتعاون مع الجيران طيب لو قال نتعاون نستخدم لها ايه ها نحن نتعاون نون نتعاون اهو مع نحن والالف مع انا انا اتعاون طيب أقرأ الدرس أقرأ الدرس مين اللي بيقرأ الدرس أنا أنا اللي بتكلم وأنا اللي بعبر عن نفسي أنا أنا واحد بس أنا أقرأ الدرس طيب لو عايزين نقول إن إحنا كلنا بنقرأ الدرس نقرأ الدرس نقول إيه نحن عشان إحنا جامع يا ميس الأطفال نحب الحلوة الأطفال نحب الحلوة أطفال ديت إيه؟ شايفين الفعل جي بعد الكلمة وفيه نون طيب هنا من خلال فهمك للجملة كده الأطفال دي طفل واحد؟ لا أطفال كتير عدد كتير عدد مفتوح بقى عدة زي ما أنت عاوز أطفال كتير طيب إيه اللي كنا بنستخدم معايا العدد الكتير؟ بنحط له ضمير إيه؟ ضمير متكلم جميل اسمه نحن نحن الأطفال نحب الحلوة إحنا الأطفال كلنا إحنا كلنا إحنا بنحب الحلوة والبنبوني قوي طيب يبقى نستخدم إنه فعقول أنا الأطفال يعني ليقة كده حسينها ليقة؟ لا مش ليقة خالص حتى يعني وإحنا بنقولها كده يمس حتى مش ركب على بعضها طيب لما نيجي نشوف الكلمة بقى الأطفال دي جمع ولا مفرد؟ جمع جمع يعني إيه؟ يعني كتير كتير نستخدم لها إيه؟ ضمير متكلم نحن طيب لما نقول بلاش أطفال كمان أصدقاء أصدقاء مفرد أصدقاء إيه سنة تانية؟ صديق طيب دي جمع جمع يعني كتير صديق وصديق وصديق أصدقاء كتير ها على طول كتير أول ما قول كتير دي يبقى نحن على طول برافو عليكم خلاص؟ طيب معانا نشاط تاني لطيف جدا برضو بيقول لنا إيه؟ عايزين نوصل أنا بالكلمة المناسبة ليها ونحن برضو بالكلمة المناسبة ليها طيب تعالوا نراجع مع بعض كده ونتذكر ونفتكر أكتر أنا كنا بنستخدمه للايه؟ كنا بنستخدمه يا ميس للمفرد أو بنستخدمه مع المفرد المذكر أو المؤنس طيب تعالوا نشوف أول كلمة مع بعض كده أكتب ها أكتب أنا عايز أعبر عن نفسي دلوقتي أنا بكتب أهوت بقول إيه؟ أنا أكتب صح ولا لأ؟ مش أنا اللي بكتب حد تاني؟ لأ أنا أكتب يبقى نوصل أنا بأكتب شايفين كمان بدأ بإيه؟ بألف وألف طيب نزاكر نزاكر نون إيه اللي كان فيها نون؟ نحن كلنا كلنا بنزاكر يا ميس كلنا شطرين برافو عليكم طيب جنود طيب مفرد جنود إيه؟ جندي جندي وجندي وجندي جمعهم إيه؟ جمعهم جنود يعني جنود دي إيه؟ جمع يا ميس؟ جمع كتير كتير إيه اللي بنستخدم له الكتير ده؟ نحن برافو عليكم طيب تعالوا للصف الثاني طبيبات طبيبات دي إيه يا ميس؟ يعني طبيبة وطبيبة وطبيبة كتير طبيبات جمعها طبيبات طبعا هي مؤنس بس كنا بنقول إنه نحن مش بيفرق معاها مؤنس أو مذكر هي بتجمع كله طالما جمع مش فارق مؤنس أو مذكر طيب دي جمع هنستخدم له إيه على طول بدون ما نفكر؟ نحن يا ميس معروفة يعني طيب تيه الميزة تيه الميزة واحدة جميلة كده شطورة واحدة واحدة يبقى إيه؟ يبقى مفرد يبقى نستخدم على طول أنا تلميزة مواطن أنا مواطن أنا مواطن وبكده يا سنة تانية نكون خلصنا تدريبات عن ضمائر المتكلم يارب نكون فهمناها مع بعض تكون خفيفة عليكم شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته